دار الإفتاء الليبيا الحمد لله رب العالمين اشتركوا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور حمزة أبو فارس عضو مجلس بحوت الدراسات بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الشريعة في الجامعات الليبية ورحب بكم فضيلة الشيخ حمزة أهلا وسهلا بكم يا أهلا وسهلا نذكر قبل ذلك قبل أن نبدأ في استقبال الأسئلة والأفاضل سنكمن مع ضيفنا الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ حمزة أبو فارس ما بدأناه طيلة الأسبوع الماضية في الحديث عن المدرسة الحنفية وعن أعلامها وعن مصادر التشريع لديها وكنا قد وصبنا في الأسبوع الماضي إلى بعض المسائل التي للأحناف فيها رأي قد يخالف ما عليه بقية المدارس الفقية شيخنا ذكرنا في الأسبوع الماضي أو بدأتم حفظكم الله في الأسبوع الماضي في مسألة تزويج المرأة نفسها بدون ولي نريد أن نكمل هذه المسألة قبل أن ننتقل بإذن الله تعالى إلى المسائل الأخرى التي للحنفية رحمه الله رأي قد يخالف ما عليه بقية المدارس إليكم شيخنا الفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أحدثنا في الحلقة الماضية عن مسألة انفرد بها الأحناف وخالفين الجمهور وهي مسألة جواز أن تزوج المرأة نفسها أي أن تعقد عقد نكاحها بنفسها بدون حاجة إلى الولي وذكرنا يعني الحجج هذا المذهب وقلنا خالفهم الجمهور وقالوا لا يمكن أن تعقد المرأة على نفسها أو حتى على غيرها من الإناث يعني وإنما الذي يعقد الولي وبالنسبة لبعض الأحاديث التي أوردها الأحناف مستدلين بها لمذهبهم ردها الجمهور بالتعويل بأن المسألة تتعلق بمسألة اختيار الزوج فإن الزوج لا يفرض على المرأة ولهذا ليس للولي معتي بأمر من حيث اختيار الزوج ومن حيث الرضا بالمهر وما إلى ذلك ونبهنا إلى أن الأحراف أنفسهم عندهم إنما يبيحون ذلك بشرطين أن يكون الزواج من الكفئ لألا يدخل أو لألا تدخل المرأة العارة على أوليائها وأن يكون مهرها مهر مثلها فإذا اختل أحد الشرطين فإن للأولياء أي أوليائها أن يتدخلوا في هذه المسألة وأن يبطلوا هذا الزواج هذه نعم لكن الجمهور أدلتهم كثيرة واستدلوا بالمنقول والمعقول استدلوا بمسألة بعض الأحاديث التي بيّنت أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل وكذلك وردت أحاديث أخرى تبين لنا أن المرأة عقدها يعني غير صحيح وهنا أقول كلمة عن المذهب الحنفي مذهب معتمد نعم لدى المسلمين وأتباعه كثر لكن الحيطة تقتضي أن يتبع الجمهور في هذه المسألة ولا يغر الإنسان بأن أبا حنيفة قال كذا مع أن الأحناف نفسهم يعني قالوا هذا جائز ولكن ليس هو الأفضل وإنما الأفضل أن تقدم المرأة أحد أوليائها هو الذي يعقد عليها فإذن بالنسبة للأفضلية يعني أو بالنسبة للمسألة نفسها أن يعقد الرجل اتفق عليها الناس كلهم كل الجمهور والأحناف لكن الأحناف فقط يرونها من باب الفضيلة ولآخرون يرونها من باب الوجوب فالإنسان في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف وينبني عليها شيء كبير ويبطلان النكاح عند الجمهور الإنسان يأخذ فيها الحيطة ويتبع رأي الجمهور ونبه إلى أن حتى الأحناف لو عقد الرجل هل يرون بهذا العقد بأسا لا ولذلك إذن عندما يعقد الرجل على امرأة أي وليه هو الذي يعقد يكون العقد صحيحا على رأي جميع الناس نعم فهي لزمنا يعني لابد أن نعرف هذه المسألة وما شابهها من المسائل الخلافية التي يقول أحد العلماء حيث المعتبرين يقول فيها بقول ويقول الجمهور بقول من استطاع أن يطبق أو أن يجمع بين كلام الجميع فليفعل فذلك أحسن له وأرفق شيخنا هذه بالنسبة للمسألة نعم عفوا هو من حيث الوقوع الفعلي الآن ومن خلال اطلاعكم وتواصلكم مع العلماء هل هل هذه المسألة بالذات كثيرة الوقوع في أوساط المجتمعات التي تعبد الله على مذهب أبي حنيفة أم إنها فقط هي فرضيات لا توجد يعني من خلال تواصلكم الذي أعرفه يعني هي مسألة علمية أصبحت لا أكثر ولا أقل نعم أما من حيث الواقع نعم فالذي يطبقوا أن الأولياء هم الذين يعقدونها الإناث نعم 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 فقط نعم جزاكم الله خيرا نعم 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 طيب ذكرتم أيضا نعم نعم مسألة أخرى هل هناك نزيد في المسألة الأولى أو ننتقي لمسألة أخرى لما نتحول إلى مسألة أخرى إن شاء الله تعالى طيب نعم نعم هناك وهي مسألة نعم نعم شيخان نعم فضل وهي مسألة الحجر على الرجل البالغ نعم هو الحجر غدا يكون على السفهة لا شك في ذلك وهي مسألة متفق عليها نعم فإذا بلغ الرجل رشيدا ارتفع عنه الحجر نعم الحجر يعني هو يعني لمن لا يعرف هذا المصطلح الفقهي نعم أقول له عبارة عن نوع من التحكم في تصرفه في الأموال ولا يكون إلا على السفهة والسفيه في عرف فقهي هو الذي لا يحسن التصرف في أمواله وليس كما يجري به العرف الآن في المجتمع من وصف بعض الناس بالسفهة وكذا نظرا لعقليتهم الغريبة أو غيرها وإنما السفه في لغة الفقهاء هو الخلل في التصرف في الأموال فهذا يحجر عليه السفيه نعم فعنما تحت البلوغ محجور نعم لا بد أن يما لله ولي أمره مباشرة يعني الأب أو أن القاضي إذا مات الأب يعين له وصيا فهو الذي يتصرف في ماله وعندما يرشد يحاسبه القاضي عن ماذا صرف ماذا أنفق ماذا دخل عليه وماذا خرج منه إلى آخره المهم أنه إذا بلغ رشيدا تسلم إليه أمواله وهذا بنص القرآن فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فهذه المسألة إذا لما يبلغ رشيدا تسلم إليه أمواله ولا يضرب حجر عليه لكن أحيانا يعني عند بلوغه لا يبلغ رشيدا وإنما يبلغ سفيها فهذا ما العمل فيه هذا يحجر عليه عن جميع الفقهاء لا يسلم إليه ماله أين خلال الخلاف بين أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الخلاف أن الفقهاء يرون الحجر عليه هذا السفيه حتى إذا استمر سفاه حتى الوفاة أحيانا ما لم يرشد يبقى سفيها لا يشترف في أمواله عند أبي حنيفة لذلك حد محدود وهو خمسة وعشرون عاما إذا بلغ إذا بلغ المسلم خمسة وعشرين عاما ذكر أنه أنثى فإنه لا يمكن أن يحجر عليه لأن خلاص السفة انتهى ولو كان لا يحسن التصرف لابد أن تدفع عليه أمواله عند أبي حنيفة إذن الفرق بين الجمهور وأبي حنيفة أن الجمهور ما دام استمر على سفاهه يستمر التحجير عليه وعند أبي حنيفة إذا بلغ خمسة وعشرين سنة فإن الحجر عليه ينتهي وتسلم إليه أمواله ولا يهمنا في تصرفاته وقال أبو حنيفة إنه يستحي أن يحجر على شخص صار جدا يعني لما يصل خمسة وعشرين سنة يصبح كبير السن وربما ابنه قد تزوج وأنجب أو بنته تزوجت وأنجبت فأصبحت جدا فوذو شيبة أو ذا شيبة فكيف يصح التحجير عليه فهذا الرأي انفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله نعم مسألة الأخرى القريبة من هذا وهي مسألة المدين هل يحجر عليه المدين هو المقترض اللي يلحقوه ناس فلوس يعني إذا لم يدفع لم يستطع الدافع أو لم يدفع هل يحجر عليه وبالتالي تتبع مسألة أخرى هل يحبس نظير عدم دفعه أو لا يترك هكذا فإن دفع فبها وإن لم يدفع فبها كذلك يعني جمهور العلماء على أن المدينة يحجر عليه بحيث إذا حصل له مال أو اكتشفنا له مال فإن الغرماء يأخذون هذا المال يقتسمونه على نسبة ديونهم لكن تحت القاضي تحت القضاء فإذا شك في أنه مليء أي عنده فلوس ولم يدفع فإنه يحبس يأمر القاضي بحبسه حتى يدفع للغرماء ديونهم وإلا بقي في سجن الإمام أبو حنيفة لا يرى ذلك عنده لا يحجر على المدين ولا يحبس حتى يضطر للدفع وإنما يطالب فإن كان له مال ظاهر مسألة أخرى هذه يعني يجب أن تأخذ الديون من ذلك وإلا فلا يحبس حتى يضطر إلى الدفع فهذه من المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة رحمه الله مع جمهور العلماء بالنسبة للمسائل الأخرى هنا كثيرة الحقيقة لكن في مسألة نعم مسألة يعني مهمة وكثيرة الوقوع وهي مسألة الشفعة نعم الجمهور العلماء عندهم يعني كل العلماء متفقين على قضية الشفعة نعم ونقول للذين لا يعلمون الشفعة هي مسألة عندما يبيع شخص حصته في ملك شائع مش مقسوم يبيعها لغير من معه لغير شركائه فإن أحد شركائه أو شركائه كلهم الرغب أن يستردوا هذا البيع بنفس الثمن ما لم يكن فيه نوع من التحايل هذا هو أن سموه الشفعة هذا حق جعله الشارع للشركاء فإذا باع شريكهم كما ذكرنا حصته قبل القسمة ما زال الملك شائعا وقلنا مسألة بثمن بالثمن الذي بيع به يعني لما الشريك بيع الجزء الذي يمنك في قطعة أرض أو في عمارة أو كذا عمارة على الشيوع مش مقسومة يبيحها بألف دينار مثلا ويدعي أنه باعها بألفين مثلا ففي هذه الحالة إذا اطلعنا على ذلك لأن مرات اللي بيشفع هذا الشريك لما يرى الثمن عاليا يعني لا يشفع يترك الشفعة من باب التحايل لا يريد من صاحبه أن يشفع في حصته ويريد من البيع أن يستمر هذه إذا اطلع عليه يعني ترجع القيمة إلى المثل يقومها المختصون ويأخذها الذي يشفع الذي له الشفعة بهذا الثمن ويلغى الثمن الذي بين بسعر مرتفع تحايل هذه مسألة الشفعة اتفق الجمهور على هي من حيث مشروعيتها اتفق الناس كلهم عليها لكن الجمهور على أنها خاصة بالشريك لأن نعم الشريك الذي مع هذا البائع في هذه في العقار أو في هذه الأرض أو في غيرها يعني لما باع حصته ولم تقسم بعد فله حق الشفعة يستردها من المشتري بالثمن المذكور كما قلنا ودليلهم على ذلك هو ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من قوله يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم هذا بالنسبة للحديث هذا متفق عليه ولم ينكره أحد لكن الحنفية كما سنعلم زادوا مع الشريك أمرا آخر وهي الشفعة للجار لكن نحن ما زلنا مع الشفعة للشريك هذا الحديث يوضح لنا أنه إذا يعني وقعت الحدود قسمت كان عمارة كل واحد صح لا شقة مثلا أو أرض كل واحد صح لأمتار معينة أو غيرها وقسمة عرف الناس حدودهم انتهت الشفعة إنما الشفعة في حال الشيوع في حال الشريك الشائعة الإمام الإمام أبو حنيف رحمه الله يرى أن الشفعة نعم للشريك لا ينكرها ولكن يزيد عليها الشفعة للجار عند الجار له شفعة إذا باع جار عقاره نعم أو أرضه أو كذا فإن للجار أن يسترد هذا المبيع بأن يدفع المشتري المبلغ الذي أعطاه يقولنا ما لم يكن هناك يعني نوع من التحايل لإبعاد الشفيع عن الموضوع نعم فالجار عند أبي حنيف له أن يأخذ بالشفعة وقلنا الجار يعني استدل على هذا الأمر أبو حنيف بمسأة شفعة الجار بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقى به وفي بعض الروايات بسقى به السين والصاد روايتان وكلتاه ما في صحيح البخاري فاستلل بهذا الأمر الجار وحقه الجمهور قالوا هذا حديث صحيح نعم لكن لكن معناه الجار هنا بمعنى الشريك لأن الشريك لأن كلمة السقب هي القرب وأقرب الناس للشريك هو من معه في الشركة ومن ناحية عقلية قالوا إذا قلنا الجار له شفعة حتى بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق معنى ذلك أن الآن هو جار لهذا ألف لباء مثلا وباع ألف لعم لغير جاره فلجاره باء يسترده قالوا إذا كان هذا الأمر هكذا فإن جار الألف من الجهة الثانية يصبح جارا لقضية باء يعني تتسلسل الجيران فتصبح الشفعة لا حدود لها يمكن واحدا ياخذ قبيلة كاملة بمسألة الشفعة إذا قلنا إنها للجار ولذلك منعها الجمهور وقالوا إذا يعني طبقوا الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بعض العلماء تمسطوا عفوا شيخا نعم مقاطعة بس نستقبل نستقبل بعض الأسئلة إن شاء الله ثم نعود إلى استكمال هذه المسألة أستقبل الأخ خالد من مصرطة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا خالد يومك ضيب إن شاء الله مبارك الله يبارك فيك أخي الكريم تفضل بالله عندي سؤالي على السريع معلش نعم تفضل يا سيد تفضل يا سيد خالد معلش هنا يا أخي إيمان مسجد نعم ونقتم في القرآن في الفجرة ككل فترة والتانية نقتم في خطمة ونمشي فيها أنا نكملها تمام فنسأل إذا كان مثلا فيها شيء مثلا نكمل طيب معا ترك السجدات الأخيرة معا معا قلت لك السجدات نترك فيهم بقيت إن الجامع فيه كبار رشيبين كبار ووحد ما يعني 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 تترك يعني تقرأ آية السجدة لكن لا تسجد يعني لا لما نوصل لآية السجدة نركع ونبدأ في بعدها بعدا طيب طيب تمام مساء الله مساء الله نعم فضل نبو نسو الشيخ بالله عن معنى الآية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابه رمجرميها بالله نبو نسو عن معنى الآية دي بس باهي إن شاء الله طيب إن شاء الله نعم الأخ المبروك من الميلوليد الأخ المبروك وعليكم السلام أحمد الله تفضل أخي حياك الله حياك الله الله يحييك يا أخي الكادي تفضل أخي المبروك أخي بارك الله بي عندي صلاح مبروك أخي حشقه أخي قاعد ما أعطني ما أعطني شحبي شاي شاي صوت الصوت بش وضع أخي مبروك أخوك ما أعطاك شحقك تعال في مكان فيه تغطية لو سمحت يا أخي مبروك أسمع فيه أخي يعني تفضل أخي تفضل أخي كمّل أخي ما أعطني شحبي شاي يا أخي من ساعة الخمسة اللي فات كل يوم عطيني حج عطيني حج تسجموش نعوي هلي خرار حقه لي حجك فيه شني معلش يا أخي أخي مبروك حتى نفهم حج حج 11 سوية من عين حج ويمعيد ما عنديك ما عنديك حطيت عما هو باعة كل شي باعة حتى حتى صاحب المعيد حل حتى خلق عطيني خلال حل ما عنديك عطيني خلال عطيني خلال ممسا طيب 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 شيخنا نعم تكملون لو سمحتم قضية مسألة الشفعة نعم هناك رأي آخر نعم يعني توسط في الموضوع نعم يعني بالنسبة للشريك كما ذكرنا هذا متفق على شفعته نعم قال والجار قال ليس له شفعة يعني جاء مع الجمهور نعم لكن استثنى قال إلا إذا كان هناك اشتراك فيما يتصل بالمرافق نعم يعني الطرق الطريق فقط مش العقار نفسها وقضية البئر فيما يتصل بالأراضي وما إلى ذلك قال إذا كان يوجد بعض المرافق المشتركة فهذا يدخل كذلك في قضية الشفعة طيب عن الجمهور الذين يقولون للشريك فقط الشفعة عندهم هذه الأمور التي ذكرها لا تؤهل شخصا لأن يسفع وهذا رأي ابن القيم رحمه الله طيب عفونا شيخ رجع إلينا الأخ محمد بغازي تضر يا أخ محمد رمو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرحب بالشيخ حمد الله يحييك يا أخي الكريم فضل وبرك الله فيك الله يكفر من المساعدة آمين يا رب العالمين تضر يا أخ محمد كان عندك سؤال بناصر الشيخ نقولي يا شيخ وانا نقرأ في القرآن يعني 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 أعيام العيات يعني جبت الطابق من هذا يعني سبحان الله السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته فضل حيوكم أليه البرامة يا شيخ بارك الله بارك الله وفيك يا أخي الكريم فضل أحب أن أكد على ملاحظة تكون الممروك حكنا بالأسئلة شوية في الحلقات السابقة يا شيخ ماليش إن شاء الله يا أخي الكريم وإحيانا يعني نجيب على بعض الأسئلة لكي يداهمنا الوقت الله لقلة الوقت لا 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 بالعكس لا لا نحن ننظر إلى إلى بالعكس كل الأسئلة يعني في محل في محل كبير عندنا لكن الأحيانا للوقت والله عندك سؤالك محمد بارك الله خير والله إحنا نغبطك الشيخ فوز علي وجود الشيخ حمزة بارك الله وفيك وأنا جدا محدود والله مع الشيخ حمزة ومعكم كذلك إن شاء الله نسأل الشيخ بالله في خول والهل يجوز إن الإنسان يقول يقول إن السنة غير ملزمة يعني إن فعلتها تتاب وإن فعلها لم تتاب طيب كبحية المسجد تدخل المسجد تجلس أبو لشه ملزم بإنك تجيب تحييز المسجد طيب إن شاء الله تسمع الإجابة وهل من جرس فالأنت لهاد يعني هل يزوز الكلام هذا طيب تسمع الإجابة شيخ محمد إن شاء الله طيب الأخ محمد من طرابلس تفضل تفضل أخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أرد طيب يا شيخ الله حييك أخي الكريم فضل لا يا شيخ نستفتر سؤالين الله يدارك فيك فضل فضل أخويت فضل السؤال الأول المرة هي نستفتر لو واحد صلى مثال صفت عليها صلاة الضهر وصلى صلاة العصر هل يصلى الضهر هي اللي يتبق الضهر لو لا أو يصلي السلاة العصر وبعد ثاني يتسبق بعدها يصلي الضهر يعني تقصد مع الجماعة أو لا تقصد مع الجماعة أنت لا في بيتها في بيتها لا نحكي في بيتها أمور هي تمام يعني طي نح السؤال نحن ملديك نبقى كيف نصبق على الوالدة نصبق علىها الوالدة متوفية نبقى نصبق علىها أمور هي شنة صدقة من بيت مالها هي أو من بيت مال إلي والله يبارك فيه إن شاء الله مزان حسنت طيب السلام عليكم طيب طيب الأخت بنت الجبل الأخت بنت الجبل تفضي وعليكم السلام وعليكم وعليكم على هذا البرنامج القيم والاحترامي وتقديري للشيخ الله يبارك فيه ورا إذا كنت من نفس الناس والي اللي سأل الأخت هو لكن نبدو أنشاء لتعود لقناة النبع يا رب يا الله ونعمل وكيف المعتدي على قناة النبع العيارية والمأسس الوحي في نحن من الدوار نص الله والله شيخ تقول الدعاء ليحقن الله دم الليبيين يحقن الله دم الطرفين سوى من السرائي سوى من الكتائي بحفدر حفدر حتهم والله شراقه والله إخوتنا قم الثورة نحن وياهم اللهم استعان الله مسعان يا شيخ الله مسعان وداولنا يا شيخ وداولنا ونبسين يصل للميت يعني القرآن يصل يعني ثواب عن الميت كالأحقن عندهم هذا كيف متوفر الله ما في الله ورحمة شاء الله تسمعين جواب أختي كلمة نعم 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 الأخ عبد السلام نعم نعم فضل أخ عبد السلام سلام الله وعليكم السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم بسر الشيخ على كثير ما يدور حول فيه ما هي أمور الدين ما هي ما هي أمور الدين ما هي أمور الدين مبارك الله أمور الدين ماذا تقصد ماذا تقصد يا أخي سلام على الشي ماذا تقصد ما هي أمور الدين أمور الدين سؤال غير مفهوم حقيقة ماذا تقصد ما هي أمور الدين يعني ما هي أمور الدين ما يقولك أنت حتى أمور الدينك مش في عامة آه تمام باه طيب طيب بارك الله فيك طيب باه الأخ محمد من طرابلس تفضل يا أخ محمد تفضل أبو محمد أبو محمد وعليكم السلام وحمد الله أبو محمد تفضل يا أخي الكريم أبو محمد الشيخ كيف حالك الشيخ الله يباك فيك أرد يحفظ الشيخ حمزة وجميل العلماء أمين كنت أكد أندي سؤال الشيخ على معاملة فيها مصرف تجارة تانية اللي هي الشخص يمشي بالسوق فيه سوق معين يتعامل معه ويعطيه طبعاً أنريت يتعامل مع المطرف يعطيه قود قود يمشي فيه للتاجر فهمت الله اللي هو المطرف طبعاً يزيد السوق هذا أو المحل يزيده واحد المية الواحد المية كما تأخذ منه اقضاعها المية يزيد واحد المصرف ما يأخذ فيه الشيخ فنفحكم المعاملة هذه الشيخ ما لشي عفوا حتى أفهم يعني هناك بعض المحلات أو الأسواق تتعامل مع مصرف التجارة والتنمية لما ترشي لمصرف التجارة والتنمية يعطيك كود معين أو يتصوا أو يرسلون يعني تقصد أنت المصرف أثناء البيع والشراء يرسلون لك كود على الهاتف صح يتعامل مع المصرف من السوق لكن المصرف ما يأخذ شيء حسن ما يقول لكن السوق أو المحل يأخذ واحد المية طيب طيب تسمع الإجابة بإذن الله أخبار محمد شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا 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 تقريبا نعم طيب أستاذنا شيخنا الفاضل نريد الإجابة على الأسئلة يقول الأخ قال من المصراتة يقول بأنه إمام مسجد وهو جرت عادته أنه يختم القرآن في الفجر يعني في الفجر بالذات كل مرة يختم القرآن بين الفينة والأخرة ويقول سؤاله هل في ذلك شيء هذا من ناحية ومن ناحية يقول بأنه حتى لا يلتبس الأمر على المأمومين وبعضهم لا يفقها أمر السجود سجود التلاوة هو يترك آيات السجود لا يسجد لها هكذا فهمت المسألة يعني القراءة القرآن كاملا في الفجر نعم مسألة جيدة بالنسبة لي هو نعم ولمن خلفه من الحفظة حتى يراجع مثلا نعم لكن بالنسبة للمأمومين يعني هل هم يحتملون ذلك هل تعتمد على قضية كم يقرأ هو في صلاة الصباح نعم نعم هل يقرأ مثلا نصف ثمن أو كذا يعني المسألة لا بأس بها من ناحية هذه لكن كثير من المذاهب عندهم يستحب ختم سورة من القرآن في الصلاة وولا يجتزأوا ببعضها لكن أقصى درجاتها يعني الكراها معناها الأفضل أن يختم السورة نعم فهذه المسألة تتصل بحاجتين إذا كانوا يرى أن هذه في صالحهم وفي حالة انسجام المأمومين وما يترش عليهم هذا التطويل لا بأس بذلك إلا أنه خالف الأفضل في مسألة ختم السورة في الصلاة نعم لأنه هذا المستحب نعم طيب المسألة الأخرى التي تتصل بسؤالي هي نعم مسألة أن يصل إلى آية السجدة ولا يسجد حتى لا تختلط عليهم الأمور نعم الحقيقة هذه أيضا كراها أخرى يعني يمر بالسجدة ولا يسجد يعني هذه عندهم المالكية تحدثنا عن المسألة هذه وقلنا يكره تعمدها تعمد قراءة آية فيها سجدة نعم وأما إذا كان غافلا ووجد نفسه أمامها فلا كراهة ولا شك أن الذي يختم القرآن سيجد نفسه قطعا وعمدا يعني أمام سجدات كثيرة فأنا أرى المخرج من هذه المسألة نعم إذا كان أراد أن يستمر في طريقته هذه أن ينبه المأمومين عندما ستمر به السجدة في الصلاة يقول لهم إنه سيسجدها ولذلك حتى يفرقوا بين الركوع والسجود فتنتهي المسألة خصوصا والظن أن المسجد ليس يعني مأمومه يعني كثيري العدد وإنما تأتي في المساجد الضخمة اللي فيها مكبر صوت ولا يرى بعضهم بعضا ولذلك رأيت علماء الحجاز كيف يعني تخلصوا من قراءة قراءة السجدة مع أن عندهم مستحبة في صبح الجمعة لكن وجدوا عند الازدحام الشديد في العشر الأواخر وفي موسم الحج لا يقرأ الإمام في الحرم صورة السجدة حتى لا يختلط على الناس أمرهم وقد وقع الاختلاط كبير جدا معروف يعني هذا بين راكع وبين ساجد وبين بعد ذلك يظن عند الرفع من السجود أو السجدة هذه يظنها بعض الناس رفع من الركوع واختلط عليهم الأمر فأخذوا الحيطة ولم يفعلوا ذلك فهذا الرجل طالب المسجد الصغير يقول لهم إننا سنمر بسجدتين وسنسجدها فلا تظنون أني ركعتم طيب والله أعلم جزاكم الله خير هو نفسه الأخ خالد يسأل عن معنى قول الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها ليمكروا فيها يسأل عن معنى شيخنا بإيجازة أو سمحتم نعم هي الأن الذي أعرفه أن من كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الشقاءة كيف يعاقبهم يسلطوا أكابر القوم فيبدأون بالإجرام وأكل حقوق الناس والقتل وعمل المعاصي وعادة يعني في الدنيا كلها أن الأكابر يكونون متبوعين من قبل العامة وهذه مشاهدة فإن أكثر العوام يعني يتبعون من أمامهم من كبراء القوم حتى في الأمور الواضحة عند بعض الناس ظن منهم أنهم لا يفعلون إلا الأشياء التي في صالحهم فإذا أعمى هذا الخلل في قرية أو مدينة فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم العذاب بأفعالهم والله أعلم جزاكم الله خيرا الأخ المبروك من بني وليد شيخنا الفاضل هو لم نسمع حقيقة الصوت كان غير واضح لكن تقريبا يقول بأنه متقطع نعم نعم متقطع كان يقول بأنه لعل أعطى أخاه ربما في خلطة أعطاه بعض المعز أو الأغنام وأخوه الآن يضم حقه ولا يعطيه حقه حتى إنه باع على ما سمعت منه وفهم يقول بأنه باع حتى الأغنام لكن لم يعطيه حقه لعله يريد منكم توجيها لهذا الأخ الأخ مبروك والله المسألة كانه كما ذكر يعني مسألة واضحة هي يعني يكون أكل ماله نعم أخوه أكل ماله بغير حق نعم إذا كان هذا السؤال هكذا صحيح يعني فقد ارتكب إثما كبيرا يجب عليه وجوبا شرعيا أن يدفع إليه أمواله نعم يعني بكم باع تلك الأغنام والأشياء وكم حصة أخيه منها هل هو شريك بالنصف أو بجزء آخر لابد أن يدفع ذلك ومن يدري لعل الإنسان يموت فلا يعطي للناس حقوقهم فيكون هو المسؤول يوم القيامة وهناك لا دينار ولا درهم وإنما تؤخذ الحسنات والسيئات فنحن نعيظه لأكثر ولا أقل وننبهه على أن يجب أن يخلص نفسه في هذه الدنيا الفانية خير من أن يكون الخلاص يوم القيامة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ الأخ محمد من بنغازي يقول بأنه أحيانا يقرأ القرآن يمر بآية معنى ينطبق على بعض ما نمر به الآن في وقتنا الحالي يقول فهو يكبر لما يقرأ هذه الآية يقول ما حكم هذا التكبير يفضل أن يقرأها أو يفضل أن لا يقرأها لا هو عندما يقرأ هذه الآية يجد أن معنى هذه الآية ينطبق على بعض الواقع الآن فلما يقرأ هذه الآية ويجدها منطبقة يكبر يقول الله أكبر يعني يسأل عن حكم هذا التكبير التكبير إذا كان صدر منه تلقائيا يعني بدون تحكم هذا لا شيء فيه لكن من المستحسن إذا كان هو يتحكم في نفسه ألا يفعل ذلك لأن التكبير في الصلاة عند مواضع مؤينة لا يبدو أنه وإلا يصبح زيادة إذا أنا فهمت منه هو في خارج الصلاة يعني هو يقرأ القرآن لعله إذا كان فيه نعم هو أحسنتم لعل نبهتم إذا كان داخل الصلاة لا حكم وإذا خارج الصلاة لا حكم نعم سيدي تفضل بالضبط نعم إذا كان خارج الصلاة لا بأس بذلك ها فيش مشكلة لكن إذا كان داخل الصلاة المفروض لا يفعل ذلك لكن لو كانت خرجت منه بدون إيرادة لا بأس بذلك نعم لا شيء عليه صلاة صحيحة نعم جزاكم الله خيرا طيب الأخ محمد من الخمس كذاك هو عتبنا قال بأنكم أحيانا تهملون بعض الأسئلة حقيقة لا نهمل الأسئلة لنوعية الأسئلة كما ظن الأخ سمحه الله لكن الحقيقة أحيانا يدهمنا الوقت فلا نجد بد من أن نترك بعض الأسئلة وعلى كل حال هو يقول بأن البعض يقول لك بأن هذا من السنة وهي غير ملزمة مثلا ضرب لذلك مثلا بتحية المسجد يقول لك ربما يدخل الإنسان إلى مسجد ويجلس ولا يصلي هذه المسجد ويقول هذه من السنة والسنة غير ملزمة لي يسأل عن ذلك أنا لم أفهم السؤال جيدا هو يقول شيخنا بأن أحيانا بعض السنة يعني لا تفعل لأنها سنة وبالتالي هي ليست ملزمة وليست من باب الوجوب ضرب لذلك مثالا بتحية المسجد أحيانا يدخل أحدهم إلى المسجد ثم لا يصلي فإذا قيل له لماذا لم تصلي تحية المسجد يقول هذه السنة وليست ملزمة ليست بواجب علي أن يصلي هذه تكلم عنها العلماء وقالوا من ترك سنة لكن لا استهانة بها لأن الاستهانة بالسنة كفر لا شك في ذلك وإنما أراد أن يفرق بين الفرض والسنة يعني قالوا هو فأيبارة أن ترك الأفضلية لا أكثر ولا أقل إذا أراد التفريق بين الفريضة والسنة فإنه لا يلحقه ألا الحرام وإنما ارتكب مكروها لأنه ترك السنة وكان المفروض أن يفعلها وبعض الصحابة أثر عنهم وبعض التابعين كذلك أنه كان يجلس ولا يصلي تحية المسجد حتى لا يعتقد الناس فرضيتها فإذا كان من هالقبيل نعم خصوصا إذا كان شخص مقتد به يعني ربما ينسحب عليه ذلك لكن نحن لا ننصح هذا النوع أن يأتي بالسنة بقضر الإمكان لأن السنة هي عبارة عن زيادة في الأجر وأنت كيف تفرطه في الأجر وأنت قادر عليه وقد لا تتاح لك الفرصة مرة ثانية للأخذ بهذا الأجر ربما واحد يتوفى بعدها فالمفروض أن الإنسان يحافظ على الفرائض أولا ثم على السنة ثانيا بقدر الإمكان لكن لا نقول إنه ارتكب حرما بالشرط هذا الذي ذكرنا لكن القول لعله أيضا يسأل عن كلمة بأن السنة غير ملزمة لعله يسأل هذا إن فهمت ذلك هذه القول لا بأس به إذا كان هو يقصد السنة التي هي ليست فرضا هذه تعبير ما فيه شيء لكن إذا كان يقصد لا نتبع السنة هذه مصيبة فالقضية تعتمد على الموقف وعلى السياق الذي قيلت فيه هذه الكلمة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الأخ محمد بن ترابلس يسأل يقول بأن إنسان فاتته صلاة الظهر وثم دخل وقت العصر وأذن لصلاة العصر فهل هو في بيته يعني لا يصلي في المسجد يعني ليس الأمر أنه دخل المسجد فوجدهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر لا وإنما في بيته هو لم يصلي الظهر ثم أذن العصر فيقول هل يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر أم يصلي الظهر أولا ثم يلحقها بالعصر وبالنسبة للمسألة واضحة هذه هو خصوصا أنت سألته يعني على قضية هل هو في جماعة نعم أو منفردا فقال إنه في بيته هذا قولا واحد يصلي الظهر أولا ثم بعد ذلك يصلي العصر خصوصا على مذهب المالكية الذين يرون أن وقت الظهر يختلط مع وقت العصر في ضروريه حتى يصل إلى قبيل الغروب فدائما لهذه مشتركتين وقت يصلي الظهر أولا ثم العصر وكذلك يقال في المغرب والعشاء جزاكم الله خير الشيخ طيب هو نفسه يسأل الأخ محمد يقول والدته رحمه الله توفيت قبل مدة فهو يسأل كيف يتصدق عليها أو لعله يسأل نفسه للأخت بنت الجبل ما هو الشيء الذي يمكن أن يصل للميت بالصدقة أو بالدعاء وغير ذلك نعم وهذه من فضل الله علينا أن جعل لنا طرقا يزداد الأجر أو يصل الأجر بعد موتنا بعد انقطاع أعمالنا الأصل فيها أنها لما بالوفاة تنقطع الأعمال نعم لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبوابا منها قضية الدعاء وقد اختلف الناس اختلف العلماء ولكنهم اتفقوا على أن الأولاد يصل دعاؤهم إلى موتاهم هو يحكي عن أمه صاحب السؤال أعتقد نعم نعم إذن هذا قولا واحدا بأن الدعاء من ابنها يصل إليها بل حتى الأعمال الصالحة إذا يكتروا من الصلاة تطوعية ومن الصوم ومن الحج ومن الصدقات كل ذلك فلا شك أن هذه الأمور قد يصل بعض الأجر منها إلى هذه الوالدة نعم وأما إذا أراد أن يخصها بصدقة معينة فالمسألة أيضا ميسرة ولعل سمعته يقول هل من مالي أو من مالها نعم المسألة بالنسبة لمالها انتهت ملكيتها له بوفاتها وأصبح تركة ميراثا فهل معه غيره أو هو الوارث الوحيد إذا كان هو الوارث الوحيد تصبح القضية واضحة هذا ماله نعم وإذا كان معه يعني إخوته أو أخواته إلى آخره فلا يمكنه أن يستأثر بهذا المال ولا أن يتصدق به إلا بعد إذنهم نعم أما إذا كانت المسألة من ماله فقولا واحدا أنه يستطيع أن يتصدق على أمه بهذه الصدقة من ماله ولا شك أنها مضمونة بعون الله تعالى كما أخبر يعني الحديث الشريف فالصدقات من قبل أبناء لآبائهم وأمهاتهم قولا واحدا من ذهب بعض الناس يعني العلماء إلى أن حتى من الغير من غير الأولاد نعم حتى من الأجانب إذا نوا به فلانا فإن الأجر يصله بعون الله تعالى شزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضي الشيخنا الكريم الشيخ حمزة أبو فارس ونعتذر من بقية الوقت الحقيقة للوقت ولم يسعفنا لا يسعوني في نهاية هذا اللقاء لأن أتقدم بشكل جزيل لصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس عضو مجلس المحوظة لدراسات بدار بفتايا الليبية وأستاذ الشريعة في الجامعات الليبية كما أشكر كل من ساهم في إخراج هذه الحلقة وبثها على الهوائي مبشرة وأشكركم أيها الأفاضل على حص المتابعة وحتى نلتقي في الأسبوع القادمة إن شاء الله وتعالى سوجعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق فجرا ويعاد عند الثانية عشر وخمس دقائق ظهرا إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الله لا يددي إلى التقاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة